بأي حال عدت يا رمضان؟ هكذا يقول لسان حال أهل الشام محل الحاج كمال للحلويات في بيروت دأب على إتحاف مرتاديه بشتى الأنواع منذ أكثر من مائة عام هذه السنة تغيرت ملامح خدماته بسبب ارتفاع المواد الأولية مكتفياً بأهم الحلويات المعروفة مثل الكنافة مثل هالسنة بعد ما شفنا في عنا مواد كتير هلا ما لحن نسويها مثل الكلايج مثل الزنور هذه المواد ما لحن نسويها لأن الحليب غالي السكر غالي الغاز غالي السمن غالي سهاز عيطر المديرة التنفيذية لبنك الطعام اللبناني تحاول في إطار هيئتها زرع بعض من الأمل لدى كثير من الأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية من خلال توزيع مجموعة من الأغذية العالم اللي كانت مستورة مثل ما بيقول أو العالم اللي كانت قادرة تكفي حاجتها اليوم صار متل عبق علي رمضان ليش؟ لأنه تعرف برمضان لازم يكون فيه إفطار كامل متكامل واستتفاقم الأزمات الاقتصادية يحاول اللبنانيون استقبال الشهر الفضيل بنسمات روحانية تضفل مزيد من الصبر والأمل من أجل غد أفضل ترجمة نانسي قنقر